سحر البيان وعظه وجماله إعجازه وحروفه وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغابس الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك من برنامجكم نور القرآن قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل هذه من ألفاظ العموم وتمر معك في القرآن كثيرا والأصل أنها من ألفاظ عموم القرآن كل نفس ذائقة الموت الروح إذا كانت متصلة بالجسد تسمى نفسا وإذا نزعت من الجسد وانتقلت منه الصواب أنها تسمى روحا كل نفس ذائقة الموت كيف تموت الأنفس؟ تموت بأن ينقطع اتصالها بالبدن تموت بأن ينقطع اتصالها بالبدن فالحياة هي اتصال الروح بالبدن ولذلك الجنين في بطن أمه لا يتحرك حتى يأتي الملك فينفخ فيه الروح فتدب الحياة فيه فيتحرك البدن فتشعر الأم وهي حمل به بحركة جنينها فيبقى تبقى هذه الروح متصلة بالبدن ما شاء الله لها أن تتصل حتى تأتي ساعة الأجل فيأتي ملك آخر غير الملك الذي أودع الروح في الجنين يوم أن كان في بطن أمه هذا الآخر هو الذي يقبض تلك الروح فإذا قبض تلك الروح هذا هو الموت وقد كتبه الله جل وعلا على كل أحد فأذل الله به جبروت الجبابرة وعنفوان الأكاسرة وتجبر القياصرة بل أذل به خلقه جميعا كل نفس ذائقة الموت ثم قال أصدق القائلين وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نحن معشر المسلمين معشر المؤمنين أمرنا بالعمل الصالح لكن متى نأخذ ثواب هذا الأجر أخذا حقيقيا يوم أن نلقى الله يوم يقوم الأشهاد يوم يحشر العباد ما دون ذلك قد يؤتى الإنسان من النعيم وقد يؤتى حتى الفاجر من رزق الله كما هو ظاهر مشاهد لكن الأجر بمعنى الأجر الثواب بمعنى الثواب فهذا يوم يلقى العباد ربهم تبارك اسمه وجل ثنعه وإنما توفون ولهذا قال توفون أي تستكملون ربما ينال الإنسان بعض أجره في الدنيا لكن وفاء الأجر تماما إنما يكون يوم القيامة يوم أن يلقى العباد ربهم ثم بيّن جل وعلا قال فمن زحزها عن النار وهدخل الجنة فقد فاز فبيّن تبارك وتعالى أن الفوز هو الفلاح المطلوب الذي ترغبه كل نفس ويؤمنه كل أحد يكون بأمرين لا بد أن يجتمعها أن يزحزح الإنسان عن النار وهذا فهم منه بعض العلماء أن الأصل أن الإنسان مستحق للنار أن الأصل أن الإنسان مستحق للنار فيأتيه فضل الله ورحمته في الدنيا فيوفق للعمل الصالح ويسوقه ربه تبارك وتعالى فضلا منه ورحمه إلى أن يأتي المساجد يصوم شهر الصيام يحج في شهر الحج يزكي وقت تمام الحول وما أشبه ذلك من الطاعات كبر الوالدين والقيام بشؤون أهله إلى ما فرض الله على العباد وندب وأباح فيكون في ذلك سببا في أن يزحزح العبد عن النار فإذا زحزح العبد عن النار هذا وحده ليس مطلوبا ليس كافيا فقال جل وعلا من زحزح عن النار وأدخل الجنة وإنما يدخل العبد جنة عدن برحمة الله تبارك وتعالى ودخول الجنة هو أعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده وقد سمى الله جل وعلا هذا الوعد في القرآن قال إنه كان وعده مأتية وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه كان على ربك وعدا مسؤولا والمعنى يسأله عباده إياه يسأله عباده إياه فما من مسلم إلا وهو يسأل الله الجنة ونبينا صلى الله عليه وسلم مر على ذلكم الرجل ومع النبي عليه السلام صاحبه معاذ فأخذ يسألاني الرجل فقال الرجل أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ يعني لم أبلغ فصاحتكما ولا حسن الدعاء الذي تقولانه ولا أجيد ما تجيدانه ولكني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار فقال صلى الله عليه وسلم للرجل حولها ندند أي وإن بدأ علينا من الفصاحة والبلاغة ما بدأ فإن الذي تسأله هو الذي نحن نسأله فما من مؤمن إلا ويسأل الله الجنة ولهذا قال الله عن إمام الأنبياء وأبيهم إبراهيم عليه السلام أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم فلما بين الله جل وعلا أن الفوز يكون في أن يزحزح العبد من النار وأن يدخل العبد الجنة قال تبارك اسمه وجل ثنأه بعد ذلك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور المتاع يدل على أنه شيء ينتقل ويمتع به إلى حين ولا يبقى ولا ريب أن الله جل وعلا جعل الدنيا مزرعة للآخرة لكن لا يعني ذلك تركها بالكلية فهذا لا يعقل ولا يقبل ولم يأتي الشرع به ولا تنسى نصيبك من الدنيا وجل أو كثير من العشرة والشرين من الجنة في الجنة من العشرة والشرين في الجنة كانوا أثرياء رضوان الله تعالى عليهم مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل سعد بن أبي وقاص وغيرهما والمقصود وعثمار بن عفان في المقام الأول والمقصود أن الإنسان يجعل من ذلكم المال من ذلكم الرزق من أولئك البنين عونا له على طاعة الله جل وعلا ولم تخلق لتأمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت هذا ما تيسر إراده حول قول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين وحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد مداب عاد جلاله والكون عاد مداب عاد جلاله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة